حين تكون ميليشيا الحوثي طرفا فيها فإنه لا أخلاق للحرب أو قوانين إنسانية هكذا يقول مشهد المواطنين الفرين من الصواريخ والانفجارات لا أمان في المدن فإن كانت المنشآت العسكرية هدفا للصواريخ والطائرات فإن المنشآت المدنية ليست بعيدة أيضا عن الحرب خمسة وعشرون قتيلا ومائة وعشرة جرحى حصيلة القصف حتى الآن الذي تعرض له مطار عدن الدولي بحسب إعلان وزارة الصحة عدد القتلى مرشح لتصاعد في ظل وجود حالات حارجة بين المصابين الجهات الحكومية اتهمت ميليشيا الحوثي بشن الهجوم محملة إياها المسئولية القانونية والأخلاقية الكاملة لشن هجوم من هذا النوع على مطار مدني لنقل المسافرين إلى وجهات مختلفة في العالم من جهتها أدانت وزارة الخارجية القصف الحوثي مشيرة إلى وجود دلائل بشن الحوثيين لهذا الهجوم وقالت في بيان لها إن الدلائل والمؤشرات تؤكد أن الميليشيات الحوثية هي الجهة التي قامت بهذا العمل الإرهابي من خلال استهداف المطار بثلاثة صواريخ وبتقنيات تتشابه مع التقنيات ذاتها التي استخدمتها هذه الميليشيا في جرائم سابقة استهدفت خلالها المؤسسات والمنشآت المدنية والحكومية الوزارة أوضحت أيضا أن القصف لم يهدد فقط حياة وأمن أعضاء الحكومة بل هدد آمال وتطلعات الشعب اليمني لتحقيق الأمن والاستقرار محاولات الحوثيين لم تكتفي باستهداف المطار ومحاولة قتل أعضاء الحكومة هناك بل أعلن التحالف بعد ساعات على قصف المطار تدمير طائرة مسيرة كانت تستهدف قصر معاشيق حيث يقيم أعضاء الحكومة متحدث التحالف لم يذكر أي تفاصيل عن مكان تدمير الطائرة رغم هذه الأحداث الدرامية المتسارعة إلا أن الحكومة بحسب تصريحات أعضائها عازمة على مواجهة التحديات والعمل لتغيير واقع الأرض ترجمة نانسي قنقر